من جانبها أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها وفخرها بعودة شباب العالم للطلاق وتبادل الرؤى والتجارب خلال النسخة الرابعة من منتدى الشباب العالم وفي تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة انتصار السيسي أن المنتدى يعد منصة عالمية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه العالم اليوم مشددة على أن تلك النسخة الفريدة تعكس قدرة الشباب على تحدي كافة العوائق متمنية كل التوفيق والنجاح للمشاركين واللجنة المنظمة وأن يكون منتدى شباب العالم دائما جسرا للطلاق ونموذجا للتسامح والتعايش وقبول الآخر